موسيقى اليوم ستتابعون معنا ما بين الأطفال في وضعية إعاقة إلى جانب النساء وكذلك الأطفال الذين سيقدمون مسرحية بتعني المناهبة العنف ضد النساء إلى جانب الفن الشعبي الأصيل والفن الإفريقي كل هذه هي تعابير وبها يعبر المجتمع المغربي عن مشاعره عن ارتداراته وكذلك عن ما يحسه وما يخالجه ويقتصمه مع الآخرين ومع الثقافة الأخرى أولا لابد أن أشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفة الرئيسة أمينة أبو عياش وكذلك هذا التكريم هو إضافة نوعية في مساري أو في تكريماتي السابقة لأنه جاء من وسط أو من مجتمع حقوقي يهتم بحقوق الإنسان ويهتم بحقوق ويعنى بالحقوق المرأة وهذا هو ما أشتغل عليه في رواياتي وفي الشعر وكذلك في السرد لهذا الاحتفاء هو احتفاء بالمرأة الساردة والمرأة الشاعرة وكذلك احتفاء بالكلمة المضيئة والكلمة التي تؤمن بالمستقبل والكلمة التي من الممكن أن تخلخ المبادئ العقيمة وتفتح مجال وأفق مجالات وأفق وأفاق أخرى للإبداع وكذلك في المجتمع العربي اشتركوا في القناة